السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله المستعان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهده والسن بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين وارضى اللهم عنا معهم أجمعين اللهم أمين أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مع حلقة جديدة من بردمجكم ورتل إن شاء الله وإحنا بنتعلم مع بعض النهاردة التجويد العملي والأداء العملي يعني كيف كان يقرأ نفسه من القرآن بنتكلم في المخارج وإحنا خلصت الحمد لله ربنا نخلص المخارج المخرج العام الثالث اللي هو مخرج اللسان بنتكلم في طرف اللسان نردنا نتكلم عن طرف اللسان وفي ويق الثانية السفلة اللي هو مخرج حروف ايه السيد والصاد والزاي اللي يتسمى حروف الصفير نتابع مع بعض الفيديو اللي فيه شرح إجمالي ولنعودته للتفصيل بإذن الله تعالى مخرج طرف اللسان طرف اللسان وفويق الثانية السفلة مخرج حروف السين الصاد الزاي تسمى حروف الصفير وتسمى الحروف الأسلية عند الصاد تستعلي مؤخرة اللسان أقصى اللسان لأنها مستعلية مفخمة أما عند السين والزاي فلا استعلاء لأقصى اللسان لأنهما مستفلان مرققان الفرق بين السين والزاي والصاد السين تكون فوق الثنيتين السفليين والزاي والزاي فوق مخرج السين والصاد فوق مخرج الزاي حرف الصاد الصاد حرف أسلي نسبة إلى أسلة اللسان يشترك في مخرجه الخاص مع حرفي السين والزاي صفات حرف الصاد الاستعلاء الإطباق الإصمات الصفير الهمس الرخاوة حرف السين السين حرف رخو مهموس مثل حرف الصاد ويختلف عن الصاد في الاستعلاء فالسين حرف مستفل منفتح بالتالي مرقق على كل حال صفات حرف السين الهمس والرخاوة والانفتاح والاستفال والإصمات والصفير حرف الزاي صفات حرف الزاي الجهر والرخاوة والاستفال والانفتاح والإصمات والصفير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نردنا نتكلم عن مخرج طرف اللسان طرف اللسان فويق الثانية السفلة اللي هو محرج حروف السين والصاد والزاي اللي بتسمى حروف ايه الصفير بص الصفير وبتسمى الحروف الأسلية عشان بتخرج من منتهى طرف اللسان اللي هو رأس اللسان يعني مع أسفل الصفحة الداخلية للثانية السفلة لما بيصطدم الهواء الخارج اللي هو اللي شايل الصوت بالثانية العليا والسفلة بينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم بيصطدم بالثانية العليا وقسم بيصطدم بالثانية السفلة وقسم بيخرج من بين الثانية العليا والسفلة من فتح دياء قوي بينشأ صوت زائد له حدة بنسميه ايه؟ الصفير بصي بقول لي الصفير عند حرف الصد بتستعلي مؤخرة اللسان وأقصى اللسان لأنها مستعليا مفخمة إنما عند السين وإزاي ما فيش استعلاء فيش استعلاء لأقصى اللسان لأنهما مستفلان مراققان الفرق بين السين وإزاي الصد إيه السين بتكون من فوق الثانيتين السفليين وإزاي فوق مخرج السين والصد فوق مخرج إزاي هل نتكلم عن الصد في ديئتين كتب مخرج حرف الصد طرف اللسان الدقيق مع ما بين الثناء العليا والثناء السفلة أو طرف اللسان الدقيق مع ما فوق الثناء السفلة للصاد الصاد بقى لها صفتي الهمس والرخاوة بحيث أن هناك جريان للصوت والنفس ولها أيضا صفتي قوة اللي هما الاستعلاء والإطباق بحيث أن هناك استعلاء لأقصى اللسان نظرا لارتفاع طرف اللسان نظرا لطبيعة المخرج لشي المخرج طبيعته كده لكن ناخد بنا أن الضغط على ما فوق الثانية السفلة وتقوية الاعتماد على مخرج هما ده غلط لأن الأصل في المخرج التلامس وليس الضغط محدش يضغط وده بيدل على أن مخرج الصاد يعني فصحتها في إيه أو بيعفوا أن الخطأ هنا بيغير صوتها من رخو إلى شديد قلب الصاد إلى حرف مجهور ده خطأ بيعود لتقوية الاعتماد على المخرج وده بيجعل صوت الصاد شبيه بصوت إزاي زي إيه زي يصدقون أو يصدفوا يقول لك يز هي يص يص ناخد بالنا برضو أن عدم استعلاء وإطباق حرف الصاد بيخليها سين مثلا نقف هنا نقول إيه حرس الناس لقول حرس تا هي حرس ولا حرس حرف صاد فلا بيخدش باله من الإطباق هنا يقولها سين نقول لك حرس تا هي حرس حرس تا حرس تا هو فيه إخوة بيخايفين يضيعوا التا فيعمل إيه فضيع الصاد يقول لك حرس هي حرس تا أعمال الشفة السفلة عند نطقها يعني في بعض القراءة يضمها كده يقول لك الصالحين صالحين فيضم الشفتين الشفتين من لهم الشغلة في الصاد الصاد اللي مش مضمومة يعني يقول لك أسكنة بفخمها يعني أشهر مثال إيه أصدق يقول لك أصدقوا أز هي أز ولا أص ومن أصدقوا من الله يقيلها ناخد بالنا من قلقارة حرف الصاد إنه رأيته قلقر يعني ده خطأ ناتج عن إيه ناتج عن قوة الاعتماد على المخرج فبنقلب الصاد لحرف شديد مجهور فبالتالي بتعمل حاجة زي القلقلة يقول لك وهم ياصطاريخون ياصط ياصط ما ينفعش غلط ياصطاريخون ملاحظة برضو تانية إنك ما تضيعش درجة التفخيم بتاعت الصاد وإن فيها استعلاء وإطباق في الصاد المكسورة الصاد المكسورة يعني في حركة الكس بيكون التفخيم أقل بيكون التفخيم إيه؟ أقل ده في حرف الصاد لما تكون الصاد نقول مثلا صيراطة صي صي فلما أقول صيراطة ما أحد تقول صيراطة سي لا هي مكسورة آه مكسورة لكن ما ينفعش إن أنا أزو يعني إن أنا أقل الأوي فخليها سين ولا أزود أوي فخليها عاملة زي الإشمام ما أقول لك صيراطة صيراء يعني كإني بفخمها درجة أعلى من درجتها فيبقى أنا أخد بالي من الموضوع مهم جدا جدا أن أنا أديها يعني حقها فقط يعني لا أزود فيها ولا أقلل منها لو قللت منها أخليها سين لو زودت فيها أخليها إشمام يبقى هي صيراطة صيراطاً لذين أنعمت عليهم صيراطاً لذين أنعمت عليهم طيب إذا جاورت الصاد حرف السين ممكن تتأثر ممكن تتأثر باستفال وترقيق حرف السين زي إيه زي مثلا نقول مس سقر مس س مس سقر فما حدش مس سقر سقر س بالس لا مس سقر سقر ص مس س مش مس س لا مس س مس س صقر صقر كده إذا ما حدش لما السين تجور الصاد اوع ترقق السين أو ما تNTاش حقف الإطباق فتنطق تنطق الصاد سين تبقى ماسا سا لا ماسا صا ماسا صاقر كده طيب برضو بقول عشان نعتمد على الصاد المشددة ناخد بالنا ان هي لازم نديها حقاها نديها حقا نقول لي وصفتي صفة وصفتي صفة تمام نتكلم بقى عن مخرج حرف السين مخرج حرف السين طرف اللسان الدقيق مع ما بين الثناء العليا والثناء السفلة او طرف اللسان الدقيق مع ما فوق الثناء السفلة وده اسمه حرف ايه اسلي يعني من طرف اللسان السين حرف رخ مهموس زي حرف الصاد لكن بيختلف عن الصاد في ايه في الاستعلاء حرف السين مستفل منفتح فبالتالي مرقق في كل احواله لكن درجة الاعتماد عند مخرج السين اقل من درجة الاعتماد عند مخرج الصاد بالتالي بينتج عن كده همس الصاد اضعف من همس السين لان الهمس صفة ضعف اما صفة الصفير في الصاد اقوى من السين لانها صفة قوة فالصاد اقوى من السين بالتالي صفات القوة بتكون عندها اقوى من السين وصفات الضعف عند السين بتكون ابيان منها عند الصاد لان السين حرف اضعف من الصاد الاخطاء الشائعة عند نطق بحرف السين بعض القراء ممكن يفخم حرف السين لما تجاور الصاد او لما تجاور حرف مستعلي او مادية ده خطأ طبعا لان السين حرف مستفل مراقق على كل حال زي كلمة ايه سلطان خدوا بالكم سلطان مس سلطان بسطة بسا مش بسا مسا بسطة فهنا بتتأثر بالتفخيم بتأثر بالتفخيم وده غلط لازم اديها حقها زي برضو ايه واسروا قولكم واسروا سروا السين مراققة والرأة مفخمة يبقى اقول واسروا ناخد بدنا من قطع صوت السين اذا جاورت حرف شديد مجهور عشان بتقاش مجهورة فتضيع صفة الهمس وده خطأ لابد من ابراز صفة الهمس خصوصا لما تجاور حرف ساكن او لما تكون هي ساكنة او مشددة فبتضيع الهمس لان بيختلط صوتها بصوت حرف ايه ازاي بيختلط صوتها بصوت حرف ازاي زي مثلا نقولك بعض الكلمات كانت ممكن يختلط حرف ممكن زي مسجد يقولك مسجد هي مس مس مش ماز مش مازجد مس مازجد لا مازجد يقولك ايه ويتقول للملائكة تس جودو بعض قولوا لك للملائكة تز جودو للملائكة تز ده غلط اوعى تعمل في السين اشمامل ازاي لا تبقى يبقى خلط صوت السين هنا غلط غلط نقول للملائكة تس جودو وركز قوي على السين وعلى صفات حرف السين عشان ما تروحش الحرف ازاي ناخد بالنا من خلط صوت السين بصوت الثاء وده غلط ناتج عن ايه ده؟ ناتج عن ترك مخرج السين والاقتراب من مخرج الثاء طبع عشان هتجنب الكلمة نعمل ايه؟ نحقق مخرج السين عند الثانية السفلة وليس عند الثانية العليا خلي بالكم الصفات هي الحارس الامين على الحرف الصفات بتحفظ الحرف يعني بتغيير المخرج بيتغير صوت الحرف وتتضح الصفات كويس اولى ما نركز عليها ناخد بالنا برضو حاجة مهمة قوي قال قالت السين الساكنة وده خطأ ناتج عن ايه؟ عن قلب السين الى حرف شديد نظرا للضغط على مخرج حرف السين بالتالي لابد من فك هذه الشدة عشان ما يبقاش فيه أو هما لما فكوا هذه الشدة عملوا القلقلة وده غلط موس تهزئون موس وده غلط انا بقول الكلمة ده عشان نسمعكم الولط فالاذن تنكروا حدش يقول موس تهزئون لا موس تهزئون اخد زمن السين كلها وانا في المخرج لان لو سبت المخرج حعمل قلقلة ما قولش موس لا اقول موس ته موس تهزئون ناخد بالنا برضو ان لابد من اظهار السين اذا تكررت لان الحرف اذا تكرر يصبح فيه شيء من الصعوبة في تبيينه فلابد من اعطاء لكل منها حقها ومستحقها زي ايه اه فمن اسسه او اسسه في بعض القراءات سالة بديجي السين وراء بعض لازم ناخد بالنا طبعا فيه كلمات في رواية حفص بتكتب بالصد وساعدتو الطاق بالسين تلاقي كده الكلمة فوق منها سين صغيرة وبالتالي تقرأ سين زي ايه زي يابة سطة هي مكتوبة بالصد لكن هي يابة سطة عشان فوق الصد تلاقي في سين وفيه كلمة دانية زيها برضو في صورة الطور المسيطرون مكتوبة بالصد لكن تحت الصد سين صغيرة لما تلاقي السين من تحت يبقى هي ايه تقرأ بالوجهين لكن الصد اولى لان السين تحت الصد طبعا يا احباب كل هذه المعلومات الاساس فيها الاداء العملي بتعلم الكلام ده كله مش خطر في الاخر بنقعد نقول بقى الثنيتين والعليين ولا الكلام بتعلمه انا عندي مشكلة بحلها عندي حرف مخرج حرف انا بخرجه غلط فبتعلم مخرجه صح عشان في الاخر انا انطقه او انطق هذا الحرف كما كان ينطقه نبي صلى الله عليه وسلم احنا متعلم عشان كده مش الهدف او الغاية هو حفظ هذه القواعد لو خداك قداميني دلوقتي وسمعت كلام قواعد منتج فهمه قوي مش مشكلة تقلقش الاهم اللي احنا نعمله دلوقتي احنا هنقرأ القرآن وبعد ما نقرأ ان شاء الله بإذن الله هنبدأ نطبق مع بعض عملي عن طريق الاتصالات فده امر مهم جدا ان احنا نطبق القرآن وننطق القرآن كما كان ينطقه ويقرأه سيدنا وحبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم